بالرباط تم توشيح سيدة الأعمال مريم بن صالح شقرون بوسام جوقة الشرف من درجة فارس للجمهورية الفرنسية وتم تسليم الوسام لبن شقرون باسم رئيس الجمهورية الفرنسية من قبل السفيرة الفرنسية بالمغرب للوغان خلال حفل شاركت فيه عدد من الشخصيات المغربية والفرنسية من عالم الدبلوماسية والسياسة والأعمال أنا جد سعيدة بتوشيح سيدة مغربية بارزة وسيدة أعمال بوسام جوقة الشرف في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق المرأة ومن جانبها أعربت بن صالح شقرون عن اعتزازها بهذا التوشيح غداة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة وفي كلمة بالمناسبة قالت مريم بن شقرون أنها تقدر الحمولة الرمزية العالية لهذا التتويج مبرزة العلاقات المتميزة التي تربط بين المغرب وفرنسا مصار المحتفى بها متميز لكونها المرأة الأولى والوحيدة لحد الآن التي تولت المسؤولية في الانخراط لترأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب